ما هي السورة التي تحتوي على قصة سليمان والنملة؟ هل هي سورة النمل؟ سورة الأنبياء؟ أم سورة صاد؟ الإجابة الصحيحة سورة النمل إنها السورة رقم 27 في المصحف الكريم وتتكون من 93 آية تندرج ضن السور المكية وتروي قصص الأنبياء تبدأ قصة سليمان والنملة من الآية 15 وتنتهي بالآية 19 في هذه السورة نرى ملك سليمان وحكمته وسمعه لحديث النملة تتحدث النملة مع أصدقائها وتحذرهم من جيش سليمان يسمع سليمان حديثها ويبتسم بتواضع أمام الله وقدرته قصة سليمان والنملة درس في التواضع والحكمة في سورة النمل لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا وتذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الدل على الخير كفاعله قناة صدقة جارية فذكر إن نفعت الفكرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة